موسيقى بسم العاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين باسمك يا إله القدوس كل أمور تصير أفضل باسمك يا إله الحي حتى الموت مبعد النهاية يصير البداية باسمك يا إله القدوس ما في شي صعب ولا مستحيل باسمك تشفى الأمراض باسمك تطرد الشياطين وباسمك بيحيى الراقدين وبأموات الخطايا باسمك تخفر الخطايا وباسمك يا رب يسوع المسيح الاسم اللي بيفوق كل اسم لحتى تنحني لألك كل ركبة بالسماء وبالأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان بأنك أنت الرب لمجد الآب اليوم يا رب مجتمعين باسمك نحن المثل الرسل ننزلك يا رب كتير أوقات نظرة مصلحة منصلي لك لأنه ناطرين البدل منحبك لأنه ناطرين المكافأة ومنخاف منك لأنه منخاف مجهنم إذا ابتعدنا عنك لكن اليوم مريد حبنا يصير نقي مثل حبك اللي خلاك تنزل حتى أعماء الجحيم لترفعنا مثل حبك اللي قبل كل شي لأجلنا واسترخص كل شي ليرفعنا ما فتديتنا لا بدم تيوس ولا عجول ولا باللي بيبلع من فضة أو دهب بل بدمك أنت الله علمنا نحبك بها المجانية وما ننطر شي إلا حبك علمنا إذا صلينا ما بدي صلي أنا لأني ناطر نعمة من نعم السماء بدي صلي لحتى تكون حياتي أنا وحدك يا يسوع رب الأرض والسماء علمنا يا رب كيف فعلا منكون مجانية نشبهك أنت اللي قلت مجانا أخستم مجانا أعطوه علمنا إذا مؤمنين فيك ما تجتمع تنين أو تلاتة بالصلاة بإسمك وكل شي بيطلبوا بإيمان بيكون لألن علمنا ما نخاف طالما نحن معك أنت اللي طمنتنا وقلت لا تخافوا أنا معكم سيقوا أني غلبت العالم علمنا ما نخاف يا رب لأنك أنت مخلصنا واللي اللي بيخافوا هن اللي ما بيعرفوك لهيك منقول بي صلاتنا فاعلموا أيها الأمم لأن الله معنا لا نخاف خوفكم ولا نرتعد لأن الله معنا وانت معنا عما نقيل اليوم بسلمك يا رب هالوقت بكل كلمة رح تنقال فيه من ريدة شهادة لمجدك ولوجودك بحياتنا اليوم يا رب منسلمك كل اللي رح يشاهدوا هالحلقة اليوم وبكرة وبالأيام اللي جاية اليوم يا رب بسلمك الثاني رغم كل خطياء للطهرو بكلمة محبتك انت اللي كلامك نور ونار اليوم يا رب تسلمك تأملنا بالإنجيل لحتى روحك يشرح لإلنا ما هو مكتوب عنك ويفهمنا اليوم يا رب من ريد نشارك مريم أمك بحفظ الكلمة بقلبنا وعيشها اليوم من ريد نكون مثل مريم أخت ألي عذر نجلس على أقدامك ونختار النصيب الصالح اللي ما بينزع منه اليوم بدنا نقلك مع رسولك بطرس إلى من نذهب يا رب وعندك وحدك كلام الحياة الأبدية ونحن عايننا وآمننا بأنك أنت المسيح ابن الله وخلص العالم ومنسق بكلامك أنت اللي قلت ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله من سلمك يا رب كل مريد عم بيسمعنا ويشاهدنا كون شفاءه كل حزين كون فرحه كل تعبان كون تعزيته كل متهض كون سكرار حياته سلامه من سلمك كل اللي عم بيعانه من مرض الكورونا وكل المصابين بفيه لحتى أنت تفتقدنا كلنا برحمتك اللي سبقونا بملكوتك واللي عم بيتقلموا بشفاءك إلى كل المجد يا رب هلأ وكل وقت وإلى دهر الداهرين آمين اشتركوا في القناة واللأ عم بيتقلول اللي عم بيتقني عطينا ربي قبل كل عطار لن أحضرت فتتتك في سنانك كل ما دون وشيك الجم ور أعطينا ربي أعطينا النراك ربي رد الأهوال أقبل ما يضرب وجد لا تماخ لك يجود ربي جلت يمناك لا تعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد كل ما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشك وتعالت إليك في لفتات السر صلاة من زبزقات وزهر أعطينا ربي قبل كل اللي عطار لنا حب ألتفاتنا في سنة كل ما دون وشيك الجم ور أعطينا ربي أعطينا أعطينا ربي أعطينا أعطينا ربي أعطينا أعطينا ربي أعطينا خليقة في صوتي تناجي وزبا حتى تغنى ودملت في رفعت رأسي والطرفي جسوا من ركبتيني ووهنا وأنا أستشير من رحمة الأولى منور الأنوار من ينبعي أن تقابل رابي قرابي لحومي ورجالي وذلتي ودموعي أعطينا ربي قبل كل اللي عطار لنا حب ألتفاتنا في سنة كل ما دون وشيك الجم ور أعطينا ربي أعطينا أعطينا راك أعطينا ربي أعطينا أعطينا راك الله معكم أخوتي وأخواتي بالرب يسوع المسيح اللي بقدر أدعيكم وإدعي ذاتي معكم بالمهمة اللي وكلنا ياها الرب سفراء المسيح نحن ريحته الطيبة نحن نفحة حياة باللزين يخلصون ونحن اللي دعانا نكون أعضاء بجسده المقدس اللي تأدس بتجسده لحتى كلنا نحن البشر نصير مننتمي لرأس واحد هو الرب يسوع المسيح نحن اللي بيدعينا يسوع المسيح لنمجده ولنشهد لنوره بهالعالم أنتم نور العالم وما بتخفى مدينة على جبل ولا بينوضع النور بالسراج تحت المكيال بل على المنارة وهيك لازم يضيق نورنا هذا كلام الرب ليمجده بينا اللي بالسماء ونورنا منستمده من المسيح اللي هو نور العالم واللي بيتبعو ما بيمشي في الظلام وبمقدار ما منتسق بالمسيح منصير منشأ من نوره ومنعكس من فضايله وما بقدار ما منبتعد عنه بمقدار ما بتزيد فينا الظلمة والتجارب مثل الحديد كل ما اقترب بالنار بيدوب فيها وكل ما بتعد عنها كل ما بتعرض للصدى وللكسر ولعوامل الطبيعة الهنا نار آكلة هو اللي جعل ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار يوم بيدعينا لنكون عم نحيا ونعيش ونكون أحياء بكلمته كلمة الحياة اللي بتنقلنا من الأرض للسماء واللي كلمته ثبتت الأرض وأساساتها والبحار وكل شي خلق خلق بكلمته بالبدء كان الكلمة بقول إنجيل يحنى فيه كل شيء كون وبدونه لم يكن شيء واحد من ما كون فيه بيسوع كانت الحياة والكلمة كان عند الله والكلمة هو الله كل به كون هذا اللي لازم نفهمه وبكلمة الرب بيسوع المسيح بيع الله خلق كل شيء لكن اليوم نحن نتأمل بالإنجيل بحب تذكركم بأنه نكون كلنا فتحين كتاب الإنجيل واليوم أكيد بنرفع صلاتنا من خلال هالتأمل ومن خلال وجودنا حول كلمة الرب لين عمالها كل بلاد الأرض بالشفاء من هالوباء كورونا وبالوقت زاته لين عمالها كل مريض بالصحة وعلى كل اللي سبقونا بالحياة الأبدية وبرجع بذكركم بأنه هالحلقة بتنعاد بكرة الساعة أربعة بتوقيت لبنان وبالوقت زاته بتكون عم تنزع مباشرة على الفيسبوك وبتقدروا تحطوا تعليقاتكم واسئلتكم وعم بحاولوا قراءها وبتقدروا تحضروا عنور الشرق كمان بتكون عم تنعاد الحلقة بالوقت زاته والشيطين اللي بدي لكم يعني كل تلاتة كمان بتوقيت لبنان الساعة ثلاتة عم بكون بالفيسبوك تبعي عم برض على كل الأسئلة اللي عم تطرحوا مباشرة على الفيسبوك تبعي فيكن تدخلوا وتحضروا الأسئلة وتشاركوا مباشرة بالحوار وبالأسئلة وعم بحاول رد عليها خاصة الأسئلة اللي بتفيدنا كلنا اللي هي أكتر من طابع شخصي وأسئلة شخصية ممكن تفيدنا كلنا وبرجأ أذكركم بأنهم كل يوم جمعة عم بكون الساعة الستة بيوم وكل أحد الساعة عشر بكنيسة الكديسين بطرس بولوس بالبترون أهلا وسهلا بالكل وشكرا لكل المحبة اللي عم تعيشوها وبتشاركوا فيها ربنا يبارككم رح نرجع نتأمل بإنجيل الإديس مرقص وبالفصل خمسة وبالآية خمسة واربعين اللي وصلنا لها أسبوع الماضي متل ما بتعرفوا عم نمشي بالإنجيل وهنا بدي أبنا أرى الإنجيل ومسجد ربنا الإنجيل المؤدس لأنه بقدسنا مثلما شرحت بالحلقات السابعة مش المقدس المقدس لأنه مصدر أداسة بالمسيح لكلمة الحياة اللي فيه بدي أشكر الست اللي بعتت اللي نشكر الله رجعنا لأي برنامج بيتأمل بالإنجيل كلمة بكلمة وبساعدنا عفهمه نشكر رب إذا عم بقدر كون لو عم بلبي المتواضع خلينا نتأمل بالإنجيل ونرجع يسوع يمشي على البحر فاز الإنجيل إديس مرقص والآية 45 وفي الحال اضطر تلاميذه أن يركبوا السفينة ويسبقوه إلى العبر شطر بيت صيدة غيث ما يصرف الجمع ولما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي هل ما أتع شرحته بالأسبوع الماضي وليش يسوع أطر تلاميذه وفيكم ترجعوا تحضروا الحلقة عبر قناة نور الشرق موجودة على الموقع نور الشرق على الفيسبوك فيكم تدخلوا وتحطوا نور الشرق ناتورك وبتقدروا تحضروا الحلقة اللي فيها شرحتها المقطع قبل ما كافي بس للتسكير قلنا يسوع لما كتر الأرغي في الناس مبسطة كتير وأرادوا يقيموا يسوع ملك ويسوع ما أجا لحتى يعمل مملكة زمنية هو اللي قال مملكتي ليست من هذا العالم وهو اللي قال لابلاطوس لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان الجنودي يدافعوا عني ويسوع ورجانا مملكته منا مملكة مثل ممالك الأرض بابني بقعد يسوع على عرش وبيعد وزراء حوالي ويسوع بيحكم بالأرض مثل الملك سليمان بمجده أو الملك داود بانتصاراته أو غيره ورجانا يسوع يأسس مملكة بمكان ما أسس هو الكل يأسسها بالحب بقلب الإنسان لأنه كلهم أسسهم مملكهم على البطش على حد السيف ويسوع كان الإسكندر كان نبوقد نصر كان نابليون بسلاح ما كان تخطينا الصيف صنع بنوع تانية من الأسلحة كان هتلر كان ما بعرف تايمون لانج كان كل اللي مرأوا بالتاريخ يسوع جايقول أنا ما نجي أسس مملكة بهالطريقة لا بالماضي ولا بالحاضر أنا جي أسس مملكة الله بالحب بالسيف يؤخذ لكن رفض يكون ملك غايته اللي بدهم يعني كثير من المسيحيين اليوم بدهم الله ملك على حياتهم بس يطعميهم بس يصقيهم بس يعملهم حاجاتهم بس 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 يجب لهم تيب يجب لهم سيارات يجب لهم شو عرفني شاليات يعطيهم الصح يبعد الأمراض عنهم يعني يشتغل إذا بدكم بس بارتو عندهم ناطور يحميهم من الشرور بالليل هنا النايمين حارس يرفون بنهار لما يصيبون شي بالوقت ذاته إذا جاعوا يعملهم الأكل يكون شايفوا بيطبخوا منيح بدهم الله كمان يكون عندهم مدير بنك فتح لهم حساب بدهم ما يحطوا شي ورصيد مجاني مفتوح للأبد وبالوقت ذاته إذا غلطوا يكون بيروحوا بيغسلوا بطلعوا جداد وبس كبروا بجعبوا بدهم شباب هذا مش إلهنا يسوع المسيح يسوع ما أجبس غلاء بالموت يقول ما عاش فيه موت لأنه مع المسيح بتغلو بالموت ويسوع عجلة يقول أنا ممنكتي للأبد مثل ما قال الملاك لأم مريم وليكن لملقه انقضاء ويملق على آل إسرائيل للأبد هل أنا من اللي أسهروا الرب هل أنا من المأسورين بالحب للرب إذا ما كنت هيك ما حيعمل إشياء الله غصبا عني لأنه أنا علاقتي مع الله من كين مسيحيين اليوم بتشوفه وأنا قلت ألف مرة وقلت عشر تلاف وليوم الصباح قلت له واحدة مرة كمان بيبعثوا صلوات إذا بتصلي هذه الصلاة مئة مرة واحد كان صليها أمن ترقب كان عسكري ساترت بتقعلى كان تاجر صار عنده مصاري أكثر كان شو عرفني مديون ربح اللوتو أو ربح اليناصيب شو هل حكي البلطعمي إمتى علاقتنا مع الله مبنية شو بيعطيني مش هو شو أعطاني ذاته اللي بيفوق كل عطايا وقامت إن إحنا علاقتنا مع الله مبنية على هالنوع من المصلحة المشوهة لعلاقتنا مع الله لهيك أن الشعب بدون يسوع ملك من هالصورة ويسوع رفض لهيك تلاميذهم بسط وإذا صار ملك بتطلع لنا حصة إذا صار هو ملك عظيم بصير أنا بتطلع لي وزارة بتطلع لي مالية بتطلع لي مستشار بتطلع لي شو عرفني كل ما مشيت والهده مقرب من الملك يكون مثل معلمه هذا كلام الرب مش كلام أبونا بولوس وإذا اضطهدوني رح يضطهدوكم هذا اللي بيشبه المسيح مار بولوس فهم هالشيو قال قد صرنا مثل غنم للزبح ومع ذلك نغلب بالذي أحبنا من أجلك نمات النهارة كله بدك تشبه المسيح هذا كتشبه فيه مش بس تاخد من المسيح بجبل التجلي وتقله حسن لنا يا رب أن نقيمها هنا وانشئت يا رب نعمل خيام ومنعود حدك تعود حدنا ويتصفره العالم يدعبره بعضه لا يسوع بدينا ننزل بدو ينا نشهد له بالجلجلة مثل اللص نوقف حده مثل مريم ويوحنى وروح نبحث عنه مثل المرأة المجدلية أو المرأة والنساء اللي الديسات اللي راحوا للقبر قبل الضو وعم بيبحثوا عن المسيح بدو ينا نقامي مش بس كل مرة ما نحط إيدنا مثل توما وبدو ينا نرجع بفرح مش لأنه اختبرنا يسوع مثل تلميذين عماوس وصدقنا لأنه يسوع ما كذب على مرة ولا يسوع بيكذوب لأنه هو الحق الأبيض أبيض الأسود أسود لم يكن فيه بالمربوروس يقول نعم أو لا فقط المسيح نعم لإرادة الله ولا لا كل شي بيبعده وما كفيه حال بين الاثنين مثلنا نحن البشر من هون يسوع صرف التلاميذ اللي نزعجوا كيف يسوع بيصرفون وهن كانوا وصلت اللئمة على التم كما بقولوا ليملكوا ويصير هذا وزير خارجي وهذا وزير مالي وقالنا بمرة الماضية مش هذا اللي تربطه أمه ليعقوب ويحنى أو بإنجل تاني مش إنهم اللي طلبو مش كانوا اللي عم بيتخنقوا من الأعظم بيناتهم في الملكون نفس الأماني مش هذا اللي قالوا بطرس نحن يتركنا كل شي واتبعناك شو بيطلع لنا كل هالأمور هي أمور نحن عم نعيشها يسوع المسيح بقلنا بعتهم وطلع للجبل اللي يصلي لأنه بالصلاة بيتحقق الملكوت بالصلاة بنغلوا بالشيطان اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في التجربة بالصلاة بننطر العريس مثل عزارة الحكيمات بالصلاة بننتم بأهل البيت بالصلاة بدموع وإيمان بنولد أبناء للعالم مثل ما بقول مربلوس يا أبنائي الذين تمخط فيهم ليتصور المسيح فيكم هيك الصلاة قوة الصلاة نعمة الصلاة هي العلاقة مع الله مش اللي يطلب منه وبالي يخود الصلاة بعطي ذاتي لله بفراغي بإيدي الفاضية بعيوني المليانين من تشوهات العالم وخطيات بعلبي المجروح من كل الخطايا والنكرام بجسدي المحطم بالغطايا الصلاة هي صرخة مثل ما صرخ عماء ريحة يا ابن داود ارحمني الصلاة هي نظرة إيمان مثل المرأة الكنعانية حتى الكلاب تاخد الفتاة المتصاق بمائدة أربابة الصلاة هي لمسة مثل المرأة النازفة والصلاة هي دعوة إيمان ليسوح حياتنا حتى لو ما كنا مستحقين مثل قائد المئة يا رب لستو مستحقا أن تدخل تحت صقف بيتي الصلاة هي شوء مثل زكة لنطلع شجرة حياتنا وننظر المسيح الصلاة هي دخول الله لحياتنا مثل بيت زكة وبيت متة لحتى ينالها البيت الخلاص لهيك يسوح حابب يفهمنا كل هالحاقي من هون دخل يسوح وهم ركبوا السفينة وراحوا وكان المساء كل مرة انتبهوا بيغيب الله بيكون ظلمة وكل مرة بيكون الله الظلمة بتصير نور في ناس عايشين بيوطح نور الشمس وبداخلهم عايشين بالظلام وفي ناش عايشين بيكهوف الأرض مثل مارمطانيوس مثل أبو الرهبان وغيرهم من الإديسين زربوا حالهم سنين ما شافوا نور الشمس عقل بالمغارة بس كان نور المسيحة بيعطيهم أكثر من اللي بتعطي كل شموس الكون مش بس شمس الأرض كل مجرات الكون وشموس أكثر كان يسوع بيعطيهم لكن نحن من رتل بتراتيلنا بحسب تقصمرنا الشمس الغابت عنا خليك بدالون عنا انت الشمس الما بتغيب عنا يا يسوع ما تغيب هو النور اللي ما بيغيب لهيك نحن الرسل تعدوا عن يسوع بأفكارهم ليش عمل هيك ليش ما خلانا نصير ملوك ليش ما صلوا فرصة يصير ملك ونصير عنا حصها وكننا سعدنا واسعدنا حوالينا شو قصطوا كل ما بيجي اللقمة عدت بيرفض مش داخلك هذا كان طلب شو بيطلع عنا انو يصير ملوك ومش هذا طلب ان كل واحد يطلع له وزارة ليش يا رب خار بتطلهم مشاريع وبيوم الايام قالوا بيها بطرس لما يسوع لهم انو انا رح اصلب قالوا حاش لك عن تصلب شو عرشك صليب نحن نعود حدك على الصلبين الصليب للمجرمين وانت بدك تصير ملك شو نحمس يا صحاب المجرمين تلميزين عما وصفا اذا كنت بقول عن كان كمان نفس لانه بعد ما متلينا من الروح القدس يوم المنتعنصر بالروح القدس من خلال الصلاة من خلال الجلوس مع بعضنا من خلال تصير كل شي بيننا مشترك بالمحبة هداك الوقت منصير منقول مثل بطرس ويوحنى لما منلتقى بحاجة العالم كان عبر هالمخلع اللي شافوه او اي متألم هداك وقت من اللي لا فضى عنا ولا دهب نعطيك مع عنا باسم الرب يسوى قم وامشي ويوم اللي منفرح انه نتألم لأجل الرب متل ما نتألم بطرس يوحنى بس اكل الوقت لو طلعوا فرحين لأنهم نحسبوا اهلا عن يهانوا لأجل الرب منصير هداك الوقت فعلا نحن مسيحيين بقلنا الانجيل بالآية 47 ونبدأ التأمول بالانجيل كنا عم نرجع منعيد جزء من اللي إلنا من المرطة الماضية ويتمنى اللي عم بيتبع هالسلسلة الانجيل بيقدر يتحضر الحلقات كلها موجودة على قناة نور الشرق وموجودة على اليوتيوب وموجودة على الفيسبوك وفي الحال يعني نحن بعدنا بأول فصول الست يعني يحضر كلهم يصير يتابع في وسط البحر البحر علامي للعالم والكنيسة دايما عيش بأمواج العالم هذا بإلا لازم تتطور يا كنيسة هذا بإلا لازم تتحافظ يا كنيسة هذا بإلا يسأله على أيام الماضي كيف كانت الكنيسة هذا اللي بقول للخوات لازم تصير معاصرين يعني بمعنى تصير قريبين من الناس ما تبقوا مكوكعين مسكين للطقس والصلوات هذا اللي بقول لها الكنيسة صرت مام وين كنا نقدس وكيف صرت كل واحد عنده اعتراض والكنيسة عم تكدى الأمواج من كل الجهات والكنيسة لوحدة ما فيها تستمر بدون المسيح يسوع اللي قال مش أبو نابو روض بدون لا تستطيعون أن تفعل شيء نقطع السطر بدون يسوع فينا نعمل شيء كل كرم لا يثبت بالمسيح بيبس ويقطع ويجف ويلقى بالنار خلصنا ما بدأ أسئله أنا بدون المسيح ما فينا يعمل شيء وأنا المسيح اللي عم بحكي عنه من وإله ماضي ولا إلى مستقبل إلى ماضي وحاضر ومستقبل للأبد لأنه هو اللي قال مش عبونا بلوس أنا باقي معكم حتى انقضاء الظهر فإذا أنا يسوع اللي عم بحكي عنه حي وروح القدوس بعده حي روح الحياة وبعده عم جدد فيني الإيمان لأقول هون الحرف بقدر نطوره وهون الروح اللي ما بتتغير بس منكبر بفهمة وبعيشة بنور الله وهذا اللي لازم نفهمه أيام اللي كانوا يطلعوا عالشمس أو عالنجوم بجزء صغير بنظور صغير بتليسكوب صغير الشمس كانوا نشوفوه بطريقة معينة اليوم صار فيه تليسكوبات بأرب ومئات الكيلومترات وعلاف وملايين المسافات بيشوفوه ما تغير هالمحل هالكواكب ولا الشمس تغير تركيب بس اللي تغير نظرتنا لشوفت هالأمور أو تغير كيف صلنا نقرأ علامات الكواكب وين بتصف كيف تتغير كيف تتبدل كيف تتحول كيف كذا كل هالأمور وهيك علاقتنا مع الله كل ما اقتربنا منه كل ما تأملنا بنجيله كل ما منفهم أكتر معناة كلامه لأنه هو اللي بيروح وبيشرح لنا ما هو مكتوب عنه مثل صلصنا إلا السفينة اللي بقودها المسيح وخلينا نسي بأنه الكنيسة هي سفينة يسوع رادة وأبواب الجحيم لن تقوى يعني لن تغرأ لا الأمواج بتغمر ولا السيولة بتحطمة ولا العواصف بتخليها تتوقف عن المسيرة لأنه اللي فيها بيقدر يهدي العواصف ويهدي البحر ويمشي فوق الأمواج وكان الذين أكلوا الأرغفة الله وحده ليش وحده نحن مش معه هو دايما معنا لازم نعرفه كنا الديسين الله معنا كنا خطأ الله معنا الديسين ليزيد الأداسة ويوعينا شو مسؤولية الأداسة كنا خطأ ليوعينا خطورة الخطيئة والعودة إلى الحياة لكنا مرضى ليذكرنا بمشاركة بألامه وبشفاء وإيامته لكنا راقدين لنعرف الحياة الأبدية بعد ما عشنا لأجله إننا نمات لأجلك مثل غنم لزبه يسوع دايما معنا الله دايما معنا ومش أن نلعب لهالكلام الكتاب مؤدس يقول حارثك لا ينعس لا ينام لا يدع رجلك تزل يحفظك الرب من كل سوء والرب يحفظ ذهابك وإيابك يعني ولادتك ورجوعك لعنده هو اللي حافظك ومثل ما الأم تحفظ وليدة الله بيحفظنا نحن أولاده من هون بدنا نفهم بس نحن مع الله دايما لا يسوع ببستان زيتهم كلهم تركوا ناموا بما فيهم بترس ويععوبوا يوحنى بالتجلي تركوه بالألم كل واحد هرب ملحه إلا يوحنى وبترس من بعيد ولا ينكره بس الله ولا مرة ينكرنا لأن الله أمين ويعرف ذاته لو نحن ما نعرف ذاتنا رح نوقف أخوتي مع ترنيم وبرجع لألكون بنعمة الرب أنت يا من أمرت البحر والرياق فسقنت تعال وامشي على أمواج قلب فيهدأ ألت يا من أمرت البحر والرياق فسقنت تعال وامشي على أمواج قلب فيهدأ فيهدأ ويطمئن كل ما بي ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوقع ويتاح لي أن أغمرك يا خيري أوهد وأن أتأمى لك يا نورا عين يا نورا عين فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلب فلا فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلب وَلْتَخْ تَحْتَمِي نَفْسِي يَا رَبْ فِي ظِلِّ جَنَاحَيْكَ مِنْ وَهُجِي تَجَارِبِ هَذَا حَتَّى إِذَا ما تَوَارَدْ فِي جَوِّكَ الْعَزْبِ تَتَهَلَّلُ فَرَحًا تَتَهَلَّلُ فَرَحًا تَتَهَلَّلُ فَرَحًا وَتَهَلَّلُ فَرَحًا تَتَهَلَّلُ فَرَحًا وَتَكُولُ إِنِّي أَرْكُدُ بِسَلَامِ هَانِئةً أَرْكُدُ بِسَلَامِ هَانِئةً في حضنك قلت يا مر أمرت البحر والرياح فسدنت تعال وامشي على أمواج قلب فيهدى فيهدى آمين منرجع لأيكم أحبائي بالرب ومنرجع لنتأمل بالإنجيل وبالآية 47 وحده على اليابسة انتبوا اليابسة هي الأرض السابتة عكس البحر المتحرك لايك الله وحده السابت والله وحده اللي من التجل لأله لنسبة فيه وكل شي حواليه بيتحرك لايك منقول الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد كان الله الآب كان الإبن كان الله روح القدس وهالصفات هي خاصة فقط بالسالوس الأقداس كل شي ما دون الله الخالق بأقانيمه السلاسة كله متغير كله متطور يا للأفضل أو للأسوأ بس ما في حد بيبقى بنفس الوضع حتى الحجر بيتغير يوم عن يوم حتى الماء بتتغير يوم عن يوم حتى عوامل الطبيعة كل شي بيتغير بس الله وحده السابت لهيك لما بنقول الوحدة على اليابسة بسمعت الله وحده السابت وانت يا إنسان عم تلتجي صوب السابت أو صوب متحرك مثلك ليغضك معه ومن هون قال الكتاب مادة كذبهم كله الإنسان كذب كله الإنسان لا تتكل على العظماء لأنهم متغيرين لا تتكل على البشر لأنهم رايحين لا تتكل على الملوك وعلى رؤساء كلهم زايلين الاتكال فقط على الرب خير من الاتكال على كل هدول لأنه الرب واحده السابت من هون بيقلنا وإزراءهم يجهدون أنفسهم بالتجذيف كانوا عم بيجازفوا رح يغرقوا والبحر ضدهم والأمواج ضدهم نعم العالم كله ضدنا وما بدنا نخاف لأنه العالم عم بيختار الطريق اللي واسع لرايح للهلاك ونحن بنختار الطريق الصاعد والديق للسمع وما قال للذين يسلكونه ونحن بنختار طريق فيه لعالم كله رح يتزرنا نظرة إشمئزاز عرف استكبار علينا وبولامار بولوس مش أنا عم بخطاب قد صرنا مشهدا للملائكة وللبشر نحن جهالة من أجل المسيح عما أنتم فحكماء بالمسيح قد صرنا كأوساخ هذا العرف مننا كأجزار يستخبسه الجميع حتى الآن ومع ذلك نغلب بالذي أحبنا العالم حفقرنا كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء كأننا يأسون بنظر العالم لكننا أحياء وعننا رجع بالمسيح لهيك العالم عم بيهلكنا ونحن عم يجازف بس مع كتير المسيح عبونا لأننا المسيحي حياتي صعبة صحيح صعبة لأنك عم تختار طريق إله غير العالم كله وانت معه ما دعوه تدخل بهالمشروع تغير عالمك وزمنك للأفضل انت ما عايش لأجل مدينة أرضية ولا كان فرعون قبله موسى بيلة إله وما كان مختار مشقة مع شعب الله بينما ترك كل خيرات مصر ومشي بالبرية وكل عذاباتها على أمل الرب والمخلص وما ندين ما كانوا مئات وملايين من الإديثين والشهداء والأبرار تركوا المال تركوا العز تركوا كل شيء لأجله الرب وعاشوا بالمغاير وكهو في الأرض تحر يسل للعبرانيين الفصل إداعش ما كانوا جاهدوا الجهاد الحسن لجموا نشروا امتحنوا ماتوا بحد السيف ساحوا في جلود الغنم والماعز معوزين مجهودين ولم يكن العالم مستحقا لهم هدول كلهم لأجل إيمانهم بمين بيسوع المسيح لكن عم بيجاهدوا ياسم ما وعدنا ما نجاهد ولو وعدنا بأكلة بومبون ولو وعدنا بسيارة ليموزين مكيفين وصل فيها على السماء وعدنا نجاهد معه من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني علمنا أنه لنربح الملكوت بدنا نخسر شيء كتير ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وعلمنا نمشي معه بدنا نضيع حالنا من أضاع نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فإنه يجدها هدول كلهم هالمفاهيم غابت عننا نحن المسيحيين لأننا نريد أن نذهب إلى الملكوت بكل شيء مجهز وسيارة مكيفة أنا لا أعدي مشكلة لديه سيارة مكيفة وغيرهم كل الناس لديه وأنا عندي وهون المشكلة المشكلة الكبرى بحياتنا أنه نحن لا نتعذب بالمرة لعجل الرب نقدر نحن نقبل كل العذاب ونقول مثل مع عمار بولوس بعرف بجوع وتعذب وبعرف برغد وبشكر الرب وبعرف برغد وعيش بعز وأشكر الرب وبالحالتين أنا للرب اليوم ما هروح أبشر بالرب وأنا هركب حمارة وإذا ركب السيارة بعز الشب لأنه عندي عدة عراض أنا أو غيري إذا فيها مكيفة أو ما فيها معنات أنا خاطئ لا العضية ليس عضوية أنا أبعد من المادة لما يتم فهم بحرفيتها أبعد بحكي رحلتنا لعند الرب فيها كثير من الحب فيها كثير من التضحية فيها كثير من الغفران فيها كثير من القبول الآخر وهيدي أمور مانا دايما سهلة بحياتنا بس مع الرب نقبله بتابع الإنجيل لأن الريح كانت معاكسة لهم كانت الريح ضدهم فإذا العالم ضدهم أهواء العالم ضدهم وماربولوس بيقولها ألويلوا لي أنا الإنسان الشقي اللي بدي يام من الخير ما بعمله ما بدي يام من الشار بعمله هايدي الأهواء وبيننا ماربولوس إنسان الروح بيتحارب من إنسان الجسد لأنه هذا يريد عكس ذلك وهذا اللي بريده وعكس الثاني بس نحن بهذا الصراع نغلب بالمسيح الذي أحبنا بيقلنا أقبل إليهم يسوع الأجلين نحو الهزيع الرابع من الليل إذا أخذنا شو الهزيع الرابع من الليل لحتى نفهم شو معنات هالكلمة بالآية هنا عنا نحن صرنا تقريبا 48 خلينا نشوف شو مقصود بالهزيع الرابع من الليل لحتى نكون كل شي عم نقوله هي وقت من توقيت اليهود اللي كانوا يقسموا فيه الليل يعني كان تقريبا بأوائل الليل أو بنص الليل تقريبا حسب التوقيت اللي حطينه فإذا نرجع للإنجيل يعني كان صار ظلمة معناتها الشمس غابت معناتها هنم بالظلمة مععد عم شوفوا بوضوع وعم بيجسروا ليروحوا من محل لمحل يعني بقلب الليل وبقلب ظلمته الفترة اللي ما فيها ضوء شمس فإذا بيقلنا الإنجيل ماشيا على البحر كأنه يرئيد أن يتعداهم وصل يسوع بيتمشى حدهم وتصوروا وهنهم عم بيغرأوا يسوع ما حاب يدخل إلهم بيخلصكم غصبا عنكم هنهم بدون يطلبوا هنهم ديقولوا تعا سعدنا بيعيشنا بهالعالم لهو حدهم ما بيتداخل يسوع بيحترم حريتنا أنا وقف على الباب أقرأ إن فتحت لي بجعت عندك مقري ما بتفتح لي ما بدخل غصبا عنك الله بيحترم حريتنا والإديس أغسطينو شو بيقول والإديس يحنى فم الزهب وغيرهم والإديس أغسطينو بيحكي عن حرية الإنسان مع الله خلقتنا لك يا رب وقلبنا لن يستري حتى يستقر فيك بس أنت أنا دي أسرخ لك لا تدخل قلبي لأن ما بتجي غصبا عني ولهيك يسوع كل مرة يسأل وهنا يسوع بيعلمنا شيء كتير مهم بيقول لديس وعننا الله اللي خلقنا بدون إذننا ما بيخلصنا إلا بإذننا شوفوا شو مهمة فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوا أنه خيال فكروا خيال معقولة يسوع ومش جاي يسوع مانو خيال خيال بفكر المريض يسوع خيال بفكر المانو مؤمن يسوع خيال وقالله مش موجود بفكر الملحد لكن المؤمن بيعرف الله حقيقة بعيش فيه وبتنفسها وهون بتذكر قصة كتير مهضومة بقولوا واحد ملحد كان مسافر عباخرة وكل الوقت عبينشر إلحاده ما فيه الله ما فيه سمع ما فيه ملكوت كل شيء على هالدنيا والدنيا مادة والمادة للزوال أو للتجدد وقعد يحكي به الأفكار بهالوقت كان فيه رجال خطيار عم بيصلي مسبحته على أحد بلائكين أو أحد شرفات السفينة اللي مسافر فيها طلع فيه هالزلمة الملحد وعدت حاله فيلسوف طلع هيك فيه وقرب لحده قال له شو عم تعمل قال له عم تصلي قال له لأمين قال له لأ الله قال له ليش فيه الله لا تصلي له لك توقع هالمسبح من إيدك كبع بالبحر وحاج خرافاتك لراسك وعالاتك وصير إنسان منفتع شوف العلم وين صار قال له وين صار أحكاب كالرواء وين صار العلم قال له تصور يا زلمي العلم وين صار بدخل عجل من محل بطلع متين محل علاب لحمة وبتبتاكلها وبتشوف شوف التقنية وين صار طلع فيه وقال له قال له أنا بعرف ماكينة كمان بتاكل عشب أنت ما بتاكله وعند وبعد وبس يغرب نهار بتقدم هالعشب حليب لذيذ جدا عندك كيك ماكينة بتدخل فيها العشب بطلع حليب طيب قال له لا وين موجودة هالماكينة قال له هايدي بقرة خلقها الله بتحول العشب اللي بتاكله لحليب خلي علمك يعمل مثله سكت ما حكى ولا كلمة لأنه نحن كل شي عم نصنعه الله اللي عطانا يا مش عم نخترعه ومنخلقه الإنسان يصنع لكن لا يخلقه الله وحده بيخلق من لا شيء بيعمل شيء والله وحده خالق هالكون لهيك بيبقى خيال الله بالنسبة لأينا طالما ما في علاقة شخصية معه أنا بيحكي أنت ملتقي بإنسان عم بقول له بقول لي أبونا ما عاش في حب حقي بعد ديني كل الناس مصلحة قلت له لا يحبي في حب حقي حكاني اختباره إلا ما في معه حق لأنه ما شاف الإنسان بده يشوف الله لا يدري يحكم بوجوده أنا ما ضروري شوف الهوى لا آمن إنه موجود ولا ضروري أبدا أنا ألمس الشمس لا آمن إنه هي بتعطي النور بكفي أنا بحس بالنورة وبكفي أنا بحس بالهوى لو لا كنت ميت بيكفي الإنجيل وبيقول بيكفي الإنجيل وبيقول وأن هذه نقطة كتير مهمة بيقلنا شوفوا الرب قديش هو حكيم فإنهم كلهم قد رأوا واتطربوا أما هو خايفين الخوف جماعي وانتشى الخوف بناتهم أما هو فكلمهم في الحال وقال لهم لتطب نفوسكم أنا هو فلا تخافوا حاجة الآنين حاجة مضطربين أنا معكم ما في شي بيقدر عليكم وأنا معكم حاجة خافوا واليوم يسوع اللي قالوا للرسول العبول لكل مسيحي بهالعالم ما تخاف ماما كثرة التجارب حواليك أنا انتصارك ما تخاف من الأبراد أنا أيامتك وشفاءك ما تخاف من أي وباء لأنه أنا بقدر أغلب الوباء إذا أنت متكل علي الديس لقى الطبيب مش لقى كاتب الإنجيل الديس معاصر بيقول بالمي المصلاية نقدر نرش بيوتنا صباحا ومساءا ونشرب مننا في الصبح وعشية مننا وبقول هي أحسن دواء مش دواء بس بيشفي الأمراض بقول بيأوّن نفس والروح ويعطينا مناعة تطير شيع وهي قضية بسيطة نقدر نصلي ونسع باللي الله تركنا من قوته لحتى نغلوف في العالم أنا هو لا تخاف ما تخاف من بكرة إليك حارسك ما بينعس ما بينعم لا تخاف من بارئ إليك غفر لا تخاف من اليوم الرب راعي فلا شيء يعوزوني وصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح يوم اللي الله موجود ما مش في رياح بيصير في السلام فندهشوا في أنفسهم جدا أشد الدهشة لأنهم لم يفهموا شيء من أمر الأرغفة بل كانت قلوبهم عمياء يا عمي بدي أفهم أنا أنا بدي أفهم وبتمنى أنتوا تساعدوني كمان ليش قلوبنا عمياء بفهم سر الرب ليش مش عم نقدر نفهم كل شيء عمله الله من وقت ما خلق الإنسان لليوم بعدنا عم نتجاهله ليش ما عم نقدر نشوف أنه الله حي بحياتنا وبعالمنا وكل يوم الله بيقمرنا بالعجائب ليش مش عم نقدر نطلع بالسماء يعني بتزيع مجد الله مثل ما بقول الكتاب المؤدس والفلك يخبره بأعمالي يدي ليش دايما ضايعين ليش دايما عايشين بألق وكأنه رح نموت بنجوع وكأنه الله ما كان معنا ما الله حفظنا من الولادة إلى يوم من التأفين والكتاب بيقول من الحشة عرفتك أنت لي يقول الرب ما يسوع اللي قال لا تهتموا قائلين ماذا ناكل ماذا نشرب ماذا نلبس كل هالأمور تطلبها الأمم وأبوكم الذين في السماوات يعلم أنكم تحتاجون هذا كله وبعدنا منطلبهم أكثر ما منطلب ملكوت الله وبره بعدنا منتعامل مع الله على المصلحة الساعة توجهنا الله حبه لأنه بيفوق كل شي ممكن نطلبه لأنه نحن بعدنا عميان القلوب وما بدنا نسمع وأشعي أبوه مش قبل ما يقول أبونا بولوس والرب أكد الحياة هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه فبعيد عني لهم عيون ولا تبصر لهم آزان ولا تسمع لأنهم أغمضوا عيونهم وسكروا آزانهم لأن لا يرجعوا إلي فأشفيهم بتابع الإنجيل بإلنا بالآية 53 اللي عنوانه طبيب الإلهي ولما فاضوا إلى البرية وجاءوا إلى أرض جن السارات ورسوا هناك تبهوا كتير منيح يسوع وصل لأرض جن السارات أو أرض الجدري مثلما بذكر إنجيل تاني وبنفسها الأرض إذا أنتم متذكرين يسوع إلو المجد رب الحياة يسوع كان شفى المجنونين أو المجنون اللي كان فيه الشياطين واللي كبوا وطلعوا منه ودخلوا بالخنازير والخنازير كبت حالة بالمي قال له يا المجنون اللي شفي يا رب اتبعك عايزو قطمت قال له روخ خبر بما فعل الرب لك هنا مهد الطريق للرب نحن نشوفها المرة قالوا له للرب المرة السابق روح جيتها خسرتنا كل هالمصاري هون نحن نشوف العكس صاروا لما أجل ربنا طرينه لأنه هداك هي الطريق وصارت حياته شهادة لأهمية وجود المسيح بحياتهم مثل ما صار مع المرأة السامرية لما هي أغدت منه المسيح رعا تخبر وأجل قالوا له لم نعد نقمين فقط من أجل كلامك بل لأنه عيننا واختبرنا أنه هو مسيح الرب بقلنا ورسوا هناك ولما خرجوا من السفينة عرف الناس فطافوا للحال في تلك البقعة كلها وهون شي كتير حلو هالبقعة اللي كان يسكنها هالمجنون تبع الجرداريين واللي كان يقوي للأبور واللي كانت مليانة من جوءة من الشياطين السيكنة فيه واللي كانت مخيفة صارت مكان لتمجيد الله لأنه الله الأرض اللي بيدخلها بأدسة والمكان اللي بيدخله الله بغيره للأفضل والمكان المسلم الله بنوره وطفقوا يحملون المرضى على فراش حيث يسمعون أنه هناك وحيث ما كان يتوجه إلى القرى أو المدن أو الضياء صار يسوع يسبؤون الناس لأنه نطرين منه كانوا يضعون المرضى في الساحات ولم يتمسون منه أن يلمسوا ولو هدب ردائه صاروا يشبهوا المرأة الكنعانية والمرأة الكنعانية اللي رجلت وراء والمرأة النازفة اللي لمس الطرف سوبه وهنا فكرة كانوا معلمين الشريعة يلبسوا توب إلو شراشيب هدول الهدب كانوا خاص هالشي بمعلمين الشريعة واللي بيشرحوا الكتاب المؤدس ويسوع كان معلم وهو اللي قال لا تدوا لكم معلمين لأنا معلمكم واحد هو المسيح ونحن كلنا تلاميذه ويوم ندعى معلمين لأنه تلمزنا لأله لنعلم باسمه مش لنحلم محله هو المعلم إذا بتكون الأهم وهو مصدر كل علم وكل نعمة وكان كل من يلمسه كان يبرأ إذا لمس من الرب كانت تبرئ المرضى وتطهر البرص وترد الضالين للنعمة نحن اليوم سؤال مؤلم نحن مش فقط بس عم نلمس الرب نحن أكتر من هيك عطانا الله بالعهد الجديد بعد ما قام من بين الأموات والصايدة إلى السماوات وأرسل للنار وحل قدوس أعطانا كلمته لتولد فينا مثل ما ولدت بالعزراء الكلمة صارت جسد ونولد بعمالنا مش بأجسادنا مثل ما ولدت العزراء طفل إله بالوقت ذاته نحن بالمعمودية نلبسنا المسيح هيك بول مربولوس أنتم الذين بالمسيحة اعتمدتم المسيحة قد لبستم نحن اللي أعطانا نكون أعضاء بجسده هو الرأس ونحن العضاء مثل ما بول مربولوس اللي أعطانا نكون أغصان بكرمته هو الكرمي ونحن الأغصان اللي أعطانا نشاركه بجسده ودمه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير اللي أعطانا ذاته لحتى هو يكون كل الخلاص لألنا ليبقى معنا حتى انقضاء الظهر اللي أعطانا روح القدوس لحتى يصلي فينا أبا أيها الآب اللي جعلنا هياكل لروح القدوس اللي جعلنا سفراء اللي جعلنا ريحته الطيبة اللي اشترانا ليس بما يبلغ من فضة أو دهب بل بدمي حمل اللاعب فيه هو المسيح كل هالأمور عمر الرب لأجلنا السؤال الكبير نحن شو كيف عم نجسد هالأمور هل فعلا نحن عم نبين المسيح اللي لبسنا هل فعلا عم نقدر نوصل للمسيح اللي اتمننا عليه هل عم نشهد للمسيح اللي هو كل حياة فينا هل عم نقدر ننشر عبير المسيح اللي هو كل جمال وكل شي حلو حطه الله فينا كل هالأمور هي علامات استفام وكل واحد منا بيقدر يجاوب عن حاله قبل ما ننتقل للفصل السبعة بدي أترك سؤال لألي ولألكم هل أنا اليوم بشبه الرسل اللي عندهم مطامع مادية وهذا اللي بينطرومون الله هل أنا مثل الجموع اللي ما بكفيني الله يشبعني اللي عمله ملك ويوم اللي بيجوعني بصرق مثل ما صرخوا ويوم الصلب ارفعوا واسلبوا هل أنا اليوم بشبه الرب اللي عم بيصلي لأجل كل الناس حتى لعداءه هل أنا بماشي فوق العواصف ومتجه لأكون سند لأخوتي مثل ما الرب أجي سند أخوته الرسل هل أنا سفيني بيعدوا فيي الآخرين ليوصلوا لربنا ساعة بتكثفيون الأمواج أم أنا إنسان خائف بصرق مع الكل نجينا ورح نهلك هل من اللي بصدقوا المسيح هو الله أو بالنسبة لألنا هو مجرد خيال كل هذه الأسئلة أنا ما بجاوب عنكم أنا بجاوب عن حالي وحتى عن حالي أنا عاجز لأنه بعرف قديش مسئولية أنك تكون مسيحي بهالزمن مثل ما بريدك المسيح وأديش تمسؤولية أنك تقدس كل الأشياء اللي حطى الله بين إيديك لتكون فعلا مش غاية تكون وسائل لتشكور الله اللي أعطاك ياه الكان الساكن الكان التنقل الكان الأكل الكان الأصدقاء الكان الأصحاب كل الأشياء يقول مربولوس الله أعطاكم ياها لتأت تشكره بدك تشكر الله كل إنسان حطه الرب بدربك وكل إنسانه بدك تشكر الرب على كل الوسائل حطه بين إيديك لتكون أنت حياتك عم تتسهل لتقدر تخدم كلمته كان النوم التخل بتنام عليه كان الفرشل كان الأكل كان التنقلات السيارة طيارة كل الأمور اللي بتستعمله لحتى توصل كلمة الله أو تعيش حياتك بطريقة طبيعية كل هالأمور هل أنا فعلاً عم بشكر الرب علي أو هي عم تصير أهم من الرب بحياتي كلها مجرد أسئلة علينا نفكر فيها ولنك رح نوقف مع ترتيلي ومنتابع توب إلى الرب إن الملك تقريب عود إلى الحب فالخارج عنه غريب من عمق آثامي دعوت أنصت إلى صوت دعاي أنا غير وجهك ما رجوت ما لقاه مأدوبة رجال توب إلى الرب إن الملك تقريب عود إلى الحب فالخارج عنه غريب هب من حنانك قاطرة يتحول القفر أو أعطي عيني دمعة في حوضها طفلان أول توب إلى الرب إن الملك تقريب عود إلى الحب فالخارج عنه غريب وإذا استبد بي الخجل أو أبكم العار فمي نبضة حبك فالتزل حتى النهاية في دمي توب إلى الرب إن الملك تقريب عود إلى الحب فالخارج عنه غريب نرجع لعلكم أحبائي أخوتي وأخواتي بالرب وإن شاء الله لوقت المرأة مع الوقت المتباقي يكون فعلاً وقت مفيد وقت فعلاً كلنا بينشطنا وبيحيينا بكلمة الرب ويكون فعلاً وقت مسمر عم نقضيه مع بعض بالتأمل بكلمة الرب وبدي أشكر كل اللي عم بيتابوا هالحلقة وبيبعتوا بعدين بيخبروني عن تأثيره إذا فعلاً عم تقدر تأثير فيكن بتمنى تنشروه خاصةً لما بتنزل بكرة الأربعة على الفيسبوك وتوصلوه لكل اللي بتعرفون لحتى تكون فعلاً كلمة الله عم تصل عبرنا كلنا سواء أنا اللي يمكن ربنا حملني بهالوقت أقوله انتو اللي عم تنقلوه وانتو اللي وغاوه أنا وكلنا عم نستفيد من كلمة الله لأنه اللي عم بقوله بتعلمه وانتو كمان بتكبروا معي وبكبر معكم وكلنا بنكبر بيسوع المسيح صرنا بالفصل السبعة ومنتأمل جدال حول التقاليد وهون بنوقع بالمشكلة الكبرى اللي هلأ رح نحكي عنا بصنا رح نجيل واجتمع إليه الفريسيون وبعض الكتبة وقد أتوا من أورا شليم فأبصروا بعض التلاميذ يتناولون الطعام بعيدي نجيسة أي غير مخصولة خليني توقف عن هالمقطع وتابع غريبين نحن المسيحية التقليد عنا أهم من الروح والحرف أهم من الكلمة اللي دي وصله الله من خلاله لكن نحن معترين ورح أعطي أمثلة كتير بسيطة وما حدا يزعل له صراحتي صرنا الرماد عنا أهم من التوبة نترمد يوم التنين معيش حطيك اللي قصوم بس إنه عملنا واجباتنا ترمدنا صار عنا حمل النعش يوم جمعة العظيمة أهم اللي عم نحطه بالنعش ونحن عم نصل بكل السنة ومن موته بحياتنا صار عنا بعض الرتب الكنسية بالصلوات اللي فيها اللي بكل جماليتها وروحانيتها مجرد واجبات أكثر ما هي دعوة للعيش بما يريد الله صارت بيت العرس اللي هي تقديس عيلة صارت بالحفلات اللي بتشملها ما قبلها وما بعدها من الصهرات ومن بعدها صارت العرس ومن بعدها الكوكتيل والفستان والتياب والأكل أهم السر ذاته صارت عزيمة المعمودية وهدايا المعمودية أهم من اللي اللي يلبس المسيح بالمعمودية صار دورنا بالكنيسة الجنة صارت تابوت والقيمته المادية والأكل اللي بده يتضيف والكنيسة دين عمل فيها وعدد المدعوين كان من رجال دين أو رجال سياسي أو من غيره من هجهاء العالم أهم من تهيئة هالرايح عند الرب والصلاة لعجله أكثر من أمور التانية وكأنه مثل ما قالي بعض الكهنة وبتأسف أولى على الهواء إنه كأنه بعدد الكهنة إذا الميت كان بعيد عن الله من دخله على السماء وإذا كان فائر وما في كان وكان قريب من الله مثل ألي عزر ما بيرو السماء انسينا واتمات الغني يمكن كل المدينة اجتمعت لأنه عنده مصاري وكل الموجهاء ويومات اللي عزر دفن ما كان حدا حده يمكن بس الله رفعه على السماء الحرف عم بيقتلنا صلنا بنتعامل مع الله سعيد هالمستوى كيف بصلاتك أبونا أنا كل يوم بصلي لأله خمس مسابح وردية للعذرة ومن خلالها للرب أنا بصلي كل يوم كذا صلاة بس كيف حياتك سفر عشماد ما في شيء متغير إلا التعداد الله شو بده أكتر أنا صلي طله وعملت عليه وخلاص يوم إليك ويوم إلا ربك الإداس واجب عمونا عملنا واجباتنا دخيلك ما تطول الوعظة ما تكتر الصلاة أجعل هلا بصوم في كترين بسمعون ييه إداس باصيليوس بيعلي القلب إمتى بدنا نخلص هاي نحن ومام العدس كل يوم نحكم مرة بالسنة ييه بيعلي القلب لأنه ما بدنا نصلي لأنه ما عندنا علاقة مع الله إلا علاقة واجبات نجي منتك كسله لأله بالكنيسة وكل مكان اللي حد الخوري بشاهد نحن نكون مبسوطين ييه ما تطول واسطك أبونا نقعد عشر ساعات على الأرقيلة عشرين ساعة أو ثلاثين ساعة بسلسلات بأحد الأشهر رمضان أو غيره بس نقعد مع الله بفترة الصوم نلتقى فيه ونقعد عند أقدامه شي بزاهي شفتوا أنه نحن شعب يكرم الله بالحر بدون الجوهر شفتوا أنه بهمنا المظهر أكثر من المضمون وتصوروا مبيرح نزلين على الفيسبوك واحد حطيت على باب محطة منزيل يسوع المسيح جيزيز وأنا بحبه وغيره وفاتح كل الجمعة شو اللي بميز مسيحيتك ونفينا تزعل إذا منحكي عن وصفية الأحد قدس يوم من رب أبونا يعني هل الرب وقفت إذا أنا نسكر كل السنة كل سنة كل جمعة النهار على مدة 52 يومنا نعطل من هذا العطار بيخرب بيتنا إنه نعطل إذا فيه مرض نعطل إذا حدا مات نعطل لكل شي بس لا الله الكتير نعطل إذا نحن شعب منافق الفريسيين اشتهروا بالرئاء والنفاق لكن يسوع وبخهم بمدة 22 وشبهم بالأبور المكلسة وقالنا اسمع أقبالهم لا تفعلوا أقبالهم والكتبة كانوا جماعة بعيدة حين يفهموا الشريعة وكانوا هنين والهيرودوسيين والفريسيين وغيرهم كل وقت عم يتأمروا على يسوع لكن حتى من قلب الفريسيين طلع الديسين مثل بولوس الرسول اللي كان فريسي مثل غملاقيل مثل يوسف الرامي مثل نوكوديموس كان هناك الكثيرين يفتدوا للرب لأنه عرفوا الحرف ما يوصلون بدون يسوع المسيح يتابع الإنجيل ويقول أتوا من أورا شليم وماذا المشكلة؟ أنه التلاميذ عم بياكلوا بأيدي غير مخصولة يا حرام فيه ناس يخافوا من المكروبات خاصة أن نغسلوا إيديكم قد ما فيكم لأن الكورونا كتير مهم تكون إيدينا نضاف ما تحطوا إيديكم على منخاركم عيونكم عتمكم قبل ما تغسلوهم انتبهوا ما تلمسوا محلات فيها أسطح فيها ناس كتير بتمبروا مثل الدرج السوبر ماركت أو المولات الكبرى حسن أطراف ما يصيبكم الجرسون والناس كلها تخاف ولكن من يخاف على نفسه من جوا وعلى نجاس السكنة فيه؟ لا أحد لأن الناس لا يرى ما يرى ما يرى ما يرى ما يرى ما يرى ويمكن من جوا أنا أشبه الفرريسيين مثل الأبور المكلسة من ظاهرة جميلة ومداخلة مليئة من كل نجاسة وكل عظام موتى يريدنا أن نشتغل للداخل أكثر من الخارج ويسوعال طهروا داخل الصحفة بعدين خارجها يريدنا أن نبتدي من جوا قبل البرى مثل الفرريسيين كانوا من برى قديسين ومن جوا يتأمروا عتل المسيح كانوا عبيسحوا الوعق أو بالفخي كانوا هنن أو الصديقيين أو الفيرودوسيين أو الكتب أو أي فئة من الفئات اللي يعدوا حاله متأدمين بين الناس كانوا صلاطهم اللي يشوفوهن الناس كانوا صوموا اللي يشوفوهن الناس يصوموا ينقربوا جوهن إذا عملوا صدق يبقوا قدامهم كله للناس يفعلوا كل شي للناس فإن الفرريسيين واللود إجمالا لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم حتى المعصم تمسكا منهم بتقليد الشيوخ لازم يغسلوا إيديهم لهون لأنه هون البكتيريا وغيرها وهذا اليوم اللي نشوفه يعني صورة طب الأصل عند أخوتنا الإسلام برتبة التوضي والتطهير وكل هالأمور لا مشكلة ان يكون يديك اضيف نظيفة ولا مشكلةardı أن يكون جسدك نضيف بس المشكلة أن يكون النظافة من بدون ما يكون في شي من داخل كل مشكلة أنك نتخاف من المرض أكثرغنية من الخطيئة بعد مشكلة أنك تخاف absolutamente من البكتيريا أكثرغنية من الموتة العبدي waterfall وتبرد الناس أكثر على جهد أكثر تسعة لله بيكفي وبيقول تقاليد بيكتقاليد الشيخ وعفكرة كان اليهود عندهم تأليد بس لوصية السبت فوق 630-640 أو 50 أو 60 ما بعرف بالتعديد يعني بس لوصية السبت لا تعمي لا تسوي لا كذا لا كذا هي لوصية السبت وبينما الله اللي ما أعطانا إلا كان وصية بنعدوا عصابع اليد الوحدة ما بيتجاوزوا حبوا بعضكم بعض كما أنا حبيتكم تعلموا مني أنا الوضيع ومتواضع القلب الحب مجاني قديشنا عم نعيش هنا دول كل واحد يسأل حاله لنشوف قديشنا طلاب فاشلين ومنرسب بامتياز ولا يأكلون إذا أتوا بإلنا ولا يأكلون إذا أتوا من السوق إذا جاي من السوق ما غسروا دولا ما بيأكلوا منيحة للمكروبات والتطهير بشوء العلاقة بحياتهم مع الله ما لم يتمضخوا بالماء وأشياء أخرى كثيرة كان التقليد يفرض عليهم أن يتمسكوا بها كغسل الكؤوس والجرار وقطع النحاس كلها وساية تنظيف بشري وأواني وتنظيف وبكتيري ما حدا ضده عملها كلها بس ما تكون هيد الأهم الحساب علاقتك مع الله فسأله إذن فسأله إذن الطعام بأيدي نجيسة فريسيون ولكثير لماذا تلميذك لا يسيرون عم بسأله على حسب تقليد الشيوك بل يتناولون الطعام بأيدي نجيسة وهم بدي يميز بين النجاسة وبين الوسخ في فرق بين الاثنين أنا ممكن أكون وسخ إذا يفهم وسخ ممكن تكون وسخة نتيجة عم يشتغل بالزيت بالسيارة عم صلح سيارة عم بيت زيت دخلت تحت السيارة لنزل دولاب لظبت قطعة توسخت عم بقيم الغبرة توسخت هذا وسخ منه نجاسة وهذا شرف لألي أن يكون أنا متسخ بعمل شريف بينما النجاسة هي الأفكار الشريرة هل نشوف ربي يحدد شو النجاسة لكن كثير أوقات ما عم نميز بين هدول بين النجاس وبين الوسخ اليوم مع كل أسف في كثير وسخين بمعنى الوسخ الغبرة والضجق والطراب والأمور بس اديسين بشرفهم بأخلاقهم وفي كثير نضاف بمعنى نضافة الجسد بس نتسين من جوة بأوساخهم وأقذارهم بدي أسألكون سؤال معلش من دون معامل مقارنة وهذا بعطي مثلا مش ضروري يكون بتطبع على الكل اليوم اللي بينضف بشيل الأوساخ بقدر بطلع عليه ذات يحكم بحسم الشريعة يقول هذا نجاسة بيحمل سبيل بيحمل أو بيحمل أوساخ وبلقي رجال الإعداء مكتبه بمنصب طويل عريض ما بدي حدد وعب يأكل الناس وبيسرقه وبيزني وبيعمل سبعة وزمتا بقول يا هاد شو نضيف مين اللي نضيف بنظر الله هادا أو هادا ما وساخت هاد رغم كل ما ظاهره والبرفان والتياب والشاء الحيطة وصلت نتانتا لعند رب السماء وهذا اللي بتعده وساخ يمكن طهرت قلبه طالت رب السماء لكن المزود اللي ولد فيه الرب يسوع يلي كان فيه بياكله البهايم أشد أداسة من قصر هيرودوس ومن الهيكل ذاته اللي كان جعله اليهود مغارة لصوص بتابع الإنجيل فقال لهم قد أصاب أشعية استنبع عليكم أيها المراؤون كما كتب يسوع هالمرة اللي عب جاوب مش عبونا بولوصنا عم بشرع أنا عب حاول وضح كلمة الله بس ما باخد محلة ولا بفهم أكتر منها ولا بدر بتخطاها هادو ثلاثة شيء حطيتهم بحياتي قاعدة لا بتخطى كلمة الله ولا بطلع فوقه ولا بحط حالي محلة لا بتخطاها ولا بطلع فوقه ولا بحط حالي محلة لأنه مش محلي أبدا هالكلمة الله ولا رح ديكون مثله ولا بتخطاه لأنه ما بسفهم أكتر منه ولا رح أبدا أبدا رح حاول إتعاله فيه بعله فيه هذا الشعب يكرمني بشفتي وأما قلوبهم فبعيدلون عني جدا يا ربي شو مئلمي شو مئلمي نكون قلبنا بعيد عن الرب وهو اللي طلب هالشي الوحيد يا بني أعطني قلبك يا بنتي أعطيني قلبك غرآنين بريض الناس أكتر ما بهمنا نرضي الله لهيك قال يسوع اللي أجو من رايبينه قالوا لأعمال حتى يشوفك الناس قالوا أنتو تطلبونا رضا الناس أما أنا فأطلب مجد الذي أرسلني أو تطلبوه مجد الناس طعامي أنا أعمل مشيئة الذي أرسلني وليدي سبولوس فهم الحقيقة وقال لو كنتو أرضي الناس ما كنتو عبدا للمسيح والأباء لدي سينسموا رضاء الناس والعمل بحسب تعليمه نحساب كلمة الله مجد باطل ويسوع حدد وقلت أبدا شوية شو بينفعنا إذا منربح العالم كله ومنخسر نفسنا لما منخسر الله فباطل إذن يعبدونني باطل أم نعبده اسمع أولا كتير مني إذ يعملون تعاليم ليست سوى وصايا الناس شفتوا التعتير وصايا الناس أنا قامت أيامة شخص عليه لأنه ما ترمدت أول لأخير ما بدش ترمد أنا بدي يعيش الفرح لأنه يسوع هيك وصاني بحترم كل اللي بيترمده بس ما تطلب مني أعمل شيء أنا مش مقتنع منهم حسب مفهومي لصغير للجسوع ولحسب مفهوم كنيسة اللي أنا بنتمي له اللي بتحترم كل الكنيس بمفاهيمهم وتعابيرهم بيسوع المسيح فإنكم تسمعوا قديش الصعبة هيدل كلهم كلام الله مش كلام أبو نابولوس فإنكم بالآية 8.7 تركتم جانبا وصايا الله وين وصايا الله حطيتوا أعترف وحطيتوا وصياكم محل الله شو صعب يصير كلام الناس أهم من كلام الله وشو صعب شو بيقولوا الناس أكتر من شو بيقول الله وشو صعب أن يدعيش لأرضي الناس أكتر ما برضي الله وهم بتذكر قصة كمان تانية لأمير من إماراء فرنسا من بيت دي كونداي كان وزير عند الملك لويس الرابع عشر اللي بيلاقبوه بملك الشمس هو عم بيموت أجل ملك يزوره رفض يستابله استغرب وقالوا كل حياتك تضحي لأجل مملكة فرنسا ولهالملك بالذات اليوم ما تستابله ليش قالوا روح وقولوا لهالملك اللي كذبت لأذبط له أموره اللي احتيالت لأذبط له أموره عاشت الاحتيال لأذبط له أموره اللي كل شي عملته لأرضي لو عملت ربحها لأموره لأجل الله بالحقيقة اللي طلب مني الرابعي شاك أنت بموت وضميري مرتاح شو رح يعمل لي الملك وانا رح يابل الله ويدي فاضي فاضي ياريتنا نوع من هالدرس ومن هالإمثولة بتابع الإنجيل وتمسكتم بتقاليد الناس اسألوا ذاتكم علاقتكم مع الله مبنية على اكتشاف صحيح للإيمان عوالى واجباته ورتوة وعن بالطبوة وهذا مؤلم عندي بالرعيه الله يخليلي كل رعيته بكل أفراده وكل رعياكم وكل أولادكم بالعالم كل واحد منكم بعده أبن لألي إذا بيقبل بالرب وخيلة له إذا بيقبل عندي أحد أولادي بالرعيه خلي فترة بدعي هو وعيلته ليشاركوا بحياة الكنيسة أولاده شبابي أول طلعتهم وعندهم حريطهم هالجمعة بيطلب مني بيقول لي أبونا إذا ممكن أولادي يقتنعوا إنك تجي تقعد معنا مع العيلة كعيلة مرة ولو بالشهر نتحدث وتعملنا أرشاد روحي بتقبلت له من كل قلبي والتفقنا حلو الإنسان يطلب الله لينما وأنا مبساطة بيقول هالشباب إنه هن يطلبوا مش يفرد عليهم ليصير إيمانهم إيمان هن يكتسبوا بأسئلتهم بجهدهم ببحثهم مش إيمان ورتوع عن بيهم أو عن أمهم أو عن ستهم أو عن جدهم ليكون إيمان بقدروا يواجهوا فيه تحديات العالم وقال لهم أيضا ما أشد حسقكم في نقضي وصية الله حفظا لتقليدكم قديش كون شاطرين قديش كون أسكي بتضبط الأمور على أدكم حتى لو نقطوا وصية الله وهون بيجو بعطي مثل حتى لو أخدنا من باب السخرية والنكتة بس في أبونا يسوع المن نظر إلى أمرأة فاشتهاها فقد زن بها في قلبي مش هيك آل يسوع هي مرأة عم تسأل خي يعني ما آل يسوع إذا مرأة نظرت لرجل فاشتهت وفقد زنات لأن هذه هذه الوصية خاصة برجاء المالع إلى أب النسوان يغضو حريطه شفتوا قديشنا مع التارين ليش الخطيئة عند الراجل غير عند المرأة والخطيئة خطيئة عندنا كلنا سوا والمسيح مات عندنا كلنا سوا سمعوا فقد قال موسى أكرم أباك وأمك وأيضا من لعن أباه وأمه فليقتل قتل واضحة بظن ما بدا فلسفي هايدي وسيط الله أكرم أباك وأمك الوصية الرابعة ومين لعن بيه وأمه فليقتل قتل ما بدي أقتل الواحد أنا اليوم إذا لعن أمه بيه لأن المسيح ما أجل العلمنا من نقتل الخاطئ علمنا من نساعده ليتوب ويرجع للحياة الأبدية لأنه بكفي إنه هو بلعنه أمه بيه حكم عزاته بأنه رح يكون دام ولاده والأجيال الجاية صورة مثل ما هو بعمل أهله رح يتعامل فيه وهذا أبشع نواع الموت إنه رأي إنسان يحصد الموت اللي هو الزرع وأما أنتم فتقولون إن قال أحد لأبيه وأمه إنما تنتفي عنا به هو قربان أي تقدم مقدسة ما عاش بعمل شي شو عم يحتالوا عليه أنا عندي مصاري يا خي وأنا أمي وبي تم بنقوا عليه شو بعمل راح عند الفريسي قالوا له قصيطة قال لهم إنه المصاري اللي عندي كرس صلى الله ما بابا فينا أعطيكم لأنه الله أهم منكم بها الحالة يموت أمه وبيه من الجو هو مرتاح أنا أقدمت كل شي لأله بقيت مصرياته عنده بحجة صاد ملك الرب ما عاش يعطيون شي لأهله ناقض وصيط الله أكرم أباك وأمك بحجة صلواته ويسوع يقولون يا فهو قربان أي تقدم مقدس أنا أقدمت الله خيك اللو عليك شي ترك قربانك ووصال على أخاك ثم عود فقرم قربانك نسيوا إنه الكاهن اللي طال على الهيكل وترك الخي الجريح وكان السامري أقرب للهيكل ولأورى الشريم لما حمل خي الجريح نسيوا اللي راح يقوله بكرة بمالبولوس ونحن عم نتناساه وهنا نبي يعرفوه من لم يهتم بأهل بيته فهو شر من الكافر كلهم هين السوى أي تقدم فلا يتعرف شي مبطلين بذلك كلام الله من أجل تقليدكم الذي تناقلتموه وأشياء أخرى كثيرة من أمثال هذه تفعلونها شفتوا يسوع عديش صريح يسوع ما بجامل يسوع ما بمسح جوخ وقالوا له يا نحن نعرف بأنك أنت ما بتراعي الخواطر بتقول الأبيض أبيض والأسود أسود لما اسألوا عن المصاري والجزيع يحقوا لنا نعطي الجزيع لقيسر أم لا يسوع كان دايما رجل حية لكن نحن المسيحيين اليوم مانا رجال حية مانا رجال نقول الأبيض أبيض والأسود أسود صار عنا رمادي وعنا أحمر وعنا كل موف والعزرق والأخطر وكل الألوان لأن صرنا مسيحية ألوان أكتر مانا مسيحية مسيح وفهمكم كفاية بلبنان لما أقوم مسيحية ألوان ونشرناها الحمد الله وين ما مروح نغضى معنا أنا مسيحي من هاللون وأنا مسيحي من هاللون وأنا كنيسة لازم تكون كنيسة مسيحي من هاللون أو من هاللون وأنا مسيحي هالمنطقة وأنا مسيحي على المنطقة وبتعرف أخبار أكتر من الكامب لبنان أو برا نحن أديشنا معترين مش بس بالعالم كله اليوم تصوروا فيه كنيس بعتذروا للتعبير هايدي الكنيسة لبيت فلان وهي الكنيسة للطبعة الفلانية وهيدي المنطقة لفلان وهيدي لفلان وهذا مسيحي بينتمي لفلان وهذا بينتمي لفلان وكأنه تجزعنا ما عدنا كنا ننتمي للمسيح بكل ألواننا بكل مناطقنا بكل تعبيرنا بكل طوايفنا كلنا لنا رأس واحد هو المسيح لكن احنا عايشين حسب تعليم الناس اكتبا أننا عايشين حسب تعليم الله اليوم الزعيم قبل الله وفلان أهم من الله واللي بقولوا هيدا بيصل قبل كلمة الله وأنا بسمع أنا ما رح أكون بحكيكم نظري وخيالي بتيروا أشخاص بحكيكم أبونا بليز هلأ مش وقت حديثك في عنا شيء أهم هلأ شو هو فلان شو قال مش المسيح شو قال لأنه هلأ نحنا عايشين اليوم هذا اللي يفعل المسيح انتهى زمنه معتر لي بقول هيك لأنه يكون عم بيتكلها زي ما أكتر ما بيتكلها الله وين صاروا زعماء على الأرض بالماضي أو بالحاضر أو بالأيام الجاية ما حدا بيبقى الله رب يسوع المسيح بالوقت المتبقي شكرا أقولوا لي بقي خمسة دقائية قبل ما انهي بصلا بدي ذكركم بأنه هالحلقة تعاد بكرة الساعة أربعة بتوقيت لبنان مباشرة على الفيسبوك فيكم تشاركوا وتحطوا تعليقاتكم وعلى نور الشرق وبذكركم بأنه كمان كل ثلاثة الساعة ثلاثة الظهر بتوقيت لبنان عم برد على كل أسئلات اللي عم بيتابعوني على الفيسبوك تابعي أبونا بولوس مارديني وبدي كمان أذكركم كل جماعة من قدي الساعة ستة بمتنينة كل دام بالحزمية وكل أحد ساعة عشرة بكنيسة لديسين بطلس وبولوس بدي أشكر كل قلب عم بيستوعب كلمة الله ويجعل كلامي وقع بأرض جيدة أنا ماني يسوع اللي عم بزرع أنا عم بيقول كلمة يسوع معكم لتنزرع فيي وفيكن واحده يسوع هو الزارع كلمة الله ونحن عم نشتغل بكرمه وبيحقله هو اللي قال اسألوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى قرمه أو إلى حقله لحتى نشتغل وإن شاء الله تكون فعلا عم نشتغلوا لمجد ربنا قبل ما انهي بالصلاة بدي أطلبوا من الرب وهي دي صلاة اليوم يا رب أنت بارك كل اللي سمعوا هالكلمة وفتح قلوبهم للتأمل فيها وعيشها وساعدنا كلنا سوا لنطبق كلامك بحياتنا ساعدنا نرضيك أكتر ما نرضي الناس وساعدنا يا رب نعيش إنجيلك أكتر ما نعيش كلام الناس وتأليد الناس وعلمنا يا رب إذا الناس جزقتنا أنت اللي بتوحدنا وإذا الناس فرقتنا أنت اللي بتجمعنا إلى كل المجد يا رب يسوع المسيح مع الآب والروح هلأ وكل وقت ولدهر الداهرين بتركه بسلام الرب ومحبته على أمل اللقاء فيكم بالأسبوع الجاي إذا الله بيريد بتمنى تكون الإنجيل رفيقكم بهالزمن المقدس ونعمة الله تشملكم ومثل مريم أمنا نحفظ الكلمة بقلوبنا ونتأمل فيها وإن شاء الله كلنا سوا من التأه دايما بيسوع اللي بيجمعنا بتمنى لكم ليلة سعيدة وإيام كله بركة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة